والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا بكم نهاردة في درس جديد على قناة يوسف الشاب توتوريونز في درس نهاردة ان شاء الله هنشوف ازاي او بصراحة ان هدوها ده محتاج منك يعني ايه بتمسك عصابك وتكون يعني ايه واحد يعني رجل ثابت كده تابع مع الدرس في درس نهاردة ان شاء الله هنتكلم عن تسابت اه عصابك حديد يعني البنتول ايوه ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن البنتول ممكن ما يبقاش النهاردة بس ممكن ان شاء الله هتبقى دروس او هتبقى مشوار على الفيس عندي لو انت متابع عندي على الفيس هتلاقيني منزل البوست اللي ظاهر قدامك على الشاشة ده ده ما قصدش باي حاجة ممكن تكون عميقة جد في بالك خالص مش مفيك اي عمق في الموضوع ده لكن المشوار هو هيبقى مشوار ان شاء الله مشوار البنتول سمعت قراء كتير قراءة على موضوع البنتول ده الموضوع البنتول سخيفة البنتول ما بعرفش استخدمها البنتول صعبة بالدرجة ان في حد طلب مني ممكن درس فيكتور من غير البنتول مش عايف ده حصلت ازاي برضو تستهل نفس المزيكة موسيقى موسيقى بالزبط البنتول ايه هي دلنسبة لس دخلة للسه الاول مرة ما تعرفش حاجة عن البنتول اصلا البنتول هي اداة في الفوتشوب وفي الالستريتور والافتر افكت اداة محترمة جدا انتكاد تكون ملكة هذا المكان بعد اداة الموف تول طبعا افتح بس نيو بأي مقاس البنتول زي ما هي بينا من اسمها هي اسمها يعني كأنها اسمها اداة الالم بس هي مش قلم خالص بس هي عاملنها شبه الالم القديم ايه من البنتول الالم الحبر يعني اللي هي دي دي محدش ييجي يقول لي انا مش لقيها عندي في الفوتشوب لو انت مش لقيها عندك يبقى انت هتستخدمش الفوتشوب اصلا يكاد يكون اي حاجة تانية لكن مش الفوتشوب لان الفوتشوب لازم يبقى فيه شريط الادوات ده كامل كامل الا ادوات بسيط يعني ديت مسلا مش هتلاقي في اصدارات السي سي اللي هي من اول 2014 لكن كل الادوات دي هتلاقيها موجودة من ايام الفوتشوب سبعة يعني انا كنت عندي البنتول ايام الفوتشوب سبعة فالبنتول اللي هي دي طبعا انت بنسبة لك دي حاجة معقدة او محيرة جدا لو انت اول مرة في حياتك تستخدمها هتلاقيام تعلمة هنا على الشيب شيب يعني شكل وباث يعني تحديد هنعرف كل ده ده دلوقتي البنتول بالنسبة لك هما تدوس كده مش فاهم يعني يا قدية بتعمل نقطة اسمع مين للاخر هما هاجي ادوس نقطة هنا عملت خط برضو مش فاهم ايه ده دوس نقطة تالت هنا هتلاقي عملت لك عملت لك شكل ايه اللي انا بقول ده هتلاقيها عملت لك شكل من التلات نقطة اللي انت عملتهم دول لو دست انتر انا كده خلاص لغيب تحديد ده لو دست انتر هنا وعايز اكتب مسلا حرف الايه فانا هروح اعمل كده اهو هتلاقي طبعا مني حاجات شوية حاجات ميلة وحاجات معوجة بس هو لو انا مسلا حبيت اعمل حرف الايه اللي هو كده اهو اعملت لشكل حرف الايه تمام فهي دي اداة تقدر اداة رسم اداة بترسم بيها اداة بتحدد بيها الناس كتير بتشوفني في الدروس بتاعتي اهو الريتوتش بقص الموديل باداة البينتول طب ازاي انا هقص وانا لما هاجي مسلا امشي على الموديل كده هو بص شايف انت هتلاقيك بتعمل اشكال مضلعة طب الموديل فيه كرفات هاجيب لك سورة موديل لو جينا مسلا في السورة دي دي صورة من تصوير اسلام صبري اهو كتصوير وبرضه مشاركة في مكتابة تصوير مكتابة صور الريتوتش اللي عايز المكتبة دي هيلاقي لينك تحت في ديسكريبشن يا رب افتكي لحظ فليه هتقول لي جيب تصوير الموديل اصلا هقول لك دي النقطة اللي بعدها زي ما انت شفت هنا الادات البينتول اداة بتعمل تضلع تضلعات كده ماينفعش امشي بيها اللي هي كأنه زي زمان كده ما كنت بتقص بالاداة دي اللي هو هتلاقي نفسك بتعمل كده طب انا همشي بيها على حاجات كيرف ازاي كنا زمان بنقعد نعمل لها ايه عضلها صغيرة كده عشان نعمل في الاخر شكل كيرف كده لكن الفوتشوب حاب يحل لك العناء الطويل ده ادوة البين تول المهاجي هدوس هنا كده اختار بس لون تاني مفرح شوية وبنسبة الفرحة وكده كل سؤال طيبين بإذن الله والنهاردة هيتشوف الرؤية لكن مش عارف ايه بقى وانت بتتفرج على الفيديو ده ممكن تبقى تتفرج عليه في رمضان لكن اوكي النهاجي هدوس كده ودوس نقطة تاني هنا وانا دايس لسه دايس انا مششلش ايدي من على الماوس انا لسه تاكك على دايس على الماوس وهشدي مين كده واو عملت لي كيرفو عملت لي انحناء بص لو سيبت ايدي هلا ايه عملت لي كيرفو لو جيت دوست هنا هلا ايه يكمل لنفس الانحناء بص يعني لان دي بقى النقطة البعدها ده اللي بيحدد ده اللي بتقدر تحرك بيه اللي وانا اوصل ابيض ده تقدر تحرك بيه النقط بتاعتك والكيرف بتاعه شوف يا سيدي الخط ده اللي بالعرض ده اللي نتج عن ان انت شديت ايدك قوي انت بتعمل بين طول هو ده اللي بيحدد مقدار لف الانحناء اللي انت عمله بص كده وبص كده بص قدر احركه حتى بعد ما خلص ادوس كده ادوس كده تبا فرض انا عايز اديقه شوية لو ديقته ايه اللي بيحصل لو جبت اداة اللي هي الكونفيرت بوينت دي دي بتلاقيها في قايمة البنتول لو دست دست قيلة على البنتول هتلاقيها جوه ايه لو دست اتك يا كده على اي نقطة بيرح شايل الكيرف اللي فيها لو شال الكيرف اخلى هولي خط مستقيم لكن لو دست وشديت هتلاقيه بيعمل لي كيرف يعني انا اقدر اعمل اضلاع وبعد ما خلصها اروح جايب اداة الكونفيرت دي كونفيرت بوينت تول دي ما بص هتلاعز اسمها كونفيرت لكنها بتحول لك من هي احتبالها كده يعني انها بتحول لك من الضلع للكيرف او الانحناء شايف كده اهو فانا اقدر اعمل مسلا شكل اضلاع يعني بص لو كملت كده او لو كملت عليه وعملت الضلع كده اهو مسلا اقدر يا سي دي بالادا دي بالكونفيرت بوينت دي اقدر اهبص اقدر اعمل كيرف هنا وكيرف تاني هنا لو لفتها ناحية اليمين كده لو دست تاني هوا بص تقدر تلغي الكيرف انت تدوس نافق على المقطة لو لفت بالمقلوب كده هتلاعي عملالك الشكل ده اللي كانتها تلفت بالعكس يعني اهو لكن تقدر تلفاك اه تقدر تعمل المقطة دي فهتلاعي رح هتعملالك ان الكيرف هنا بقى مليان شوية فده اللي هو هيخليك ان انت شاطر جدا في موضوع رسم اللجوهات اللجوهات بتترسم اغلبا دايما ربما اي حاجة اخيرها تلوين دايما بالبينتول فاللي هو اهو انا عملنا شكل يعني لو انا في بالي فكرة كان زمان الشكل ده لي معنا دلوقتي يعني اهو عملنا شكل عجيب جدا اللي هو مالوش اي علاقة بلي احنا بنتكلم فيه طيب خلص يعني انا لو جيت هنا وعملت يعني انا اقدر كده اقص الصور بسهولة بطريقة اسهل اللي هي بالبينتول اللي هو لو مشيت على الموديل كده هلاقي نفسي بقص الصورة فعلا هقولك لا هتقول لي ليه لانا ما سدقت هقولك بص يا سي لما هجي حدد على الحتة دي مسلا من الموديل يعني انا خلاص اهو اكتفيت بان انا حددت الحتة دي وهو احدد الشجرة من هنا كده وامشي معها كده اهو وهنهي هنا انا عايز اقص الحتة دي هلاقي نفسي عملت شاب عملت شكل شكل اسود طب انا كده يعني هوادي فين ده شوف يا سيدي ده بقى اللي هيخلينا نتطرق للكلمة اللي قلتها في اول الفيديو اللي هي كلمة اللي هي دي ايه ده بقى شوف يا سيدي لما هجي هنا حدد على رأس الموديل لما هجي همشي على رأسه هلاقي نفسي مشيت كده اه بص بص ماشي وما بيعمل ليش لون اسود او لون لبني بص اهو هديني هنا حدد الشعر بس يا سيدي اهو اهو كده وهو كده تمام انا كده حددت الشعر بالزبط ولو ملاحظوا انا بامشي وانا بامشي في الحتة اللي انا محتاجة عمل فيها كيرف بروح وانا بدوس لو دست كده ومشيت هلاقي نفسي عملت مضلعات لكن لو دست هنا كده وشديت هلاقي نفسي بعمل كيرف اتحكم في الكيرف ده ازاي ان انا افضل دايس على الماوس وبشد بايدي كده وكده انا شايف الشعر ماشي ازاي شايفه ماشي كده هروح سايب ايدي كده لكن لو شايفه مسلا ماشي كده هروح عامل ايدي كده فهتروح عامل كده اهو وتروح دايس نقطة تانية هنا وهو هتلاقي عملت لك كيرف هتدوس هنا كده هتلاقي عملت لك هتلاقي نفسك بتشد بتعمل الكيرف ده وهنهي هنا الشعر لما بيجدوس هنا مثلا بلاقيه يعمل لي الحتة دي لو انا عايزه يعمل لي كيرف لو اسف يعني بس ثواني لو انا عامل كده وعايز يمشي على الشعر بالزبط ودوسني كده لقيته لافي في اللفة العبيطة دي بصراحة يعني دي ما تتوصفش غير بكه لكن هو معذول لان هو ماشي بسيستم معين لما كنا عايز اخر نقطة تبقى هنا ودوس هنا كده كأنه يمشي لي بالزبط خط مستقيم وما يعملش الكيرف الغريب ده هروح دايس قلت افضل دايس قلت وارح دايس على اخر نقطة ودوس كده بص هتلاقي نهالك بالكيرف ده هتلاقي نهالك معمول من غير الكيرف قصدي لكن لو دوست وهو في الخط المستقيم ده وعملت كده هتلاقي عملك الكيرف ده فانا عايز احدد بها الشعر في الوقت واخده في اليرل واحدة هتروح جاي على البيتول بعد ما تنخلص التحديد هتلاقي عندك كمية حاجات كتير قوي منها الاختيار ده اسمه يعني اعمل تحديد هتدوس وتتأكد انت عامل دي هات سفر والتعلم على دي مش فاكل معلم عليها ليه وتعلم على اول واحدة وتدوس اوكي هتلاقي ايه يا سيدي عول لك او الشكل اللي انت عامله بالبين تول لتحديد اقدر بسهولة بقادة الموف تول اخده كده لو لقيته حدد لك النص اللي برا دي حركة دايما بتحصل لو لقيته حدد لك اللي برا مش اللي جاي دوس كنترول وشفت واي ودوس كنترول جاي يعني اخده في كوبي هتلاقيه خدلك الشعر اهو الواحدة احنا كده هتعلمنا ازاي اللي هو بتعمل الكيرف بتحدد بتعمل يعني بتحدد على شكل و بتحوله سيليكشن و ازاي تقدر تبدأ في ان انت تتعلم البين تول شوية النصيحة قلتها الناس كتير اوي والحمد لله جموا وبشروني فرحوني ان النصيحة دي نفعت معاهم فعلا وهي يا سيدي اختار صورة زي مسلا ما انا دلوقتي جيبت صورة المودل دي مسلا اللي هي الصورة دي وبدأت ارسم على الشعر اختار انت صورة بسيطة ما ادعشها على نفسك من البداية اختار الصورة بسيطة وابتدي حدد عليها كل شوية فلما تبتدي تحدد عليها اكتر من مرة هتلاقي نفسك وصلت لحاجة كويسة جدا في الموضوع ده لكن بشرط تبقى نفس الصورة وتتعلم تحدد عليها كل يوم مرتين او تلاتة بالكتير تلات مرات ده بالقليل مرتين بالكتير يلا عكس اكس الجملة اتنين نفسك في انت تلات مرات بالكتير ومرتين بالقليل نفس الصورة هفتح صورة دي تلات مرات في اليوم محدد على نفس الحاجة يعني انا مثلا لو عملت التحديد بتاعي لو انا مثلا عملت التحديد بتاعي يكون هو دوت او الهدف اللي انا عايز احدد الايد هروح اصس الصورة كده اصسها كده اهو وهخلي عندي صورة الايد دي ان انا كل يوم تلات مرات في اليوم هخش احدد على الايد اول مرة هلاقي نتيجة عجيبة جدا مش هترضيك تاني مرة مش راضيك اوي تالت مرة هتلاقي نفسك اللي هو انا عملت حاجة حلو اليوم التاني اليوم التالت استمر عليها ثلاثة ايام بس وان شاء الله هتيجي تقولي ان انت بقيت استاذ وان شاء الله الكورس بتاعنا ده دي المفاجئة بقى دي المفاجئة لتكاد تكون قرأت اسمها في الفيديو او نسيت اكتبها هي ان شاء الله ان احنا هننتهي بكورس البنتول ده تعاليم البنتول ده بالرسمة لقصاتكو دي هيبقى ده اخر درس في السلسلة دي وبعد كده هنبتدي دروس فيكتور ارت كان معكم يصف الحمد من قناتي سوفو تتوريالز اتمنى يكون حلقة النهاردة عجبتكو لو متنساش لو عجبتك دوس لايك للفيديو وشير عشان كل واحد عايز يتعلم ان شاء الله البنتول ويوصل للرسمة اللي في الاخرة دي هنعمل ان شاء الله شغل كويس كان معكم يصف الحمد من قناتي سوفو تتوريالز سلام عليكم اشتركوا في القناة